تعهدت الدول المانحة التي شاركت في المؤتمر الدولي الرابع للمانحين بالعاصمة البريطانية لندن بتقديم 11 مليار دولار من أجل دعم الوضع الإنساني للأشقاء السوريين وكانت دولة الكويت كعادتها نهراً فياضاً بالعطاء حيث أعلن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح لحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه التبرع بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي في خطوة تهدف إلى دعم الوضع الإنساني للاجئين السوريين ورفع معاناتهم ومداوات آلامهم تعهدت الدول المانحة المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع للمانحين بالعاصمة البريطانية لندن بتقديم 11 مليار دولار من أجل مساعدات الإنسانية للشعب السوري الذي يعاني ويلات الحرب منذ خمس سنوات وكعادتها دائماً كانت دولة الكويت على رأسها قائد الإنسانية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كانت سباقة دائماً في رفع معانات الآخرين حيث أعلن سموه رعاه الله عن تبرع دولة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي للاجئين السوريين ليتواصل نهر العطاء الذي لا ينقطع بعد التبرع في المؤتمرات الثلاث السابقة بأكثر من 1.3 مليار دولار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قال إنه تم الحصول من الدول المانحة على 6 مليارات دولار للاجئين السوريين للعام الجري إضافة إلى 5 مليارات دولار حتى عام 2020 كاميرون أثنى على المؤتمر قائلاً إنه شهد جمع المبلغ الأضخم في يوم واحد من أجل مواجهة هذه الأزمة الإنسانية في إشارة إلى الأوضاع الصعبة التي يعانيها أبناء سوريا على يد النظام هناك رئيس الوزراء البريطاني أضاف أن إنجازات المؤتمر ليس حلاً للأزمة الراهنة وإنهم لا يزالون بحاجة إلى انتقال سياسي مشيراً إلى أن التعهدات المقطوعة في مؤتمر لندن تبدو رسالة إلى الشعب السوري والمنطقة بأن الجميع يقف إلى جانبهم من جانبه أثنى الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون على المؤتمر الذي شاركت فيه 60 دولة واصفاً ما أدى إليه المؤتمر من تعهدات مالية تساهم في تخفيف آلام السوريين بالنجاح العظيم